سطو حتى على المستقبل هكذا تبدو الصورة في صنعاء والمناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي التي تشهد هذه الأيام امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية حيث أكدت مصادر نقابية استثمار الحوثيين هذه الامتحانات كفرصة لتجنيد آلاف الطلاب في جبهات قتالها استغلال الامتحانات ليس جديدا فهو تقليد حوثي بدأ منذ ست سنوات ويستمر مع كل موسم عام دراسي حيث تجري عمليات مقايضة تمنح فيها الميليشيا الطلاب شهادات نجاح بنسب عالية مقابل الموافقة على التحاقهم بصفوف القتال في الجوف ومأرب وتعز بحسب تصريح يحيى اليناعي المسؤول الإعلامي في نقابة المعلمين اليمنيين للمصدر أولاين فإن الحوثيين أصدروا في عام 2015 وثيقة تتيح لهم إعفاء الطلاب من دخول الامتحانات مقابل ذهابهم الجبهات للقتال ضد ما أسمته الوثيقة بالعدوان السعودي الأمريكي والتي أشارت إلى إعفاء أكثر من أربعة آلاف طالب في المرحلتين الأساسية والثانوية ومنحهم معدلات نجاح بنسب عالية تجنيد الطلاب لم يقتصر على موسم الامتحانات بل يتم أيضا تحت عنوان الدورات الصيفية وقد استحدث الحوثيون لجنة عليا للأنشطة والدورات الصيفية تستهدف طلاب المدارس والموظفين عبر برامج فكرية تحمل الصبغة الطائفية وفيها تحريض على الجهاد والالتحاق بالجبهات وقد اتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين بتحويل المراكز الصيفية إلى معسكرات إرهابية مغلقة لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين فيما أكدت مصادر مطلعة على استخدام بعض الطلاب في معارك مأربة الأخيرة هذا التجنيد القسري للطلاب سبقه تركيز الحوثيين على تعديل المناهج بنمط طائفي وهو أمر حذر منه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون الذي قال في منتصف فبراير الماضي إن الحوثيين يشكلون خطرا على مستقبل اليمن كونهم يرغبون بالسيطرة على اليمن كلها ويحاولون تغيير هوية المجتمع عبر تعديل مناهج التعليم